السلام عليكم اهلا و سهلا في صفحتي اكيد انت عارفون هالطبقة اللي هي سنينة جاج مع بطاطا بس انا هين المرة حبت احط معها خلطة جديدة حبت اعطيكم الوصفة اللي انا حطت فيها الوصفة الجديدة انا حطت هنا ملح و بخار و حطت ثلاث معالق اصغار من البرياني و ثلاث معالق اصغار من البرو الشيكن و معجز زيتون خلطتم كل ما بعض و حطتهم على جانب لمدة اربع ساعات اذا بتحبوا تحطوها بالتلاجة لتاني يوم تطبخوها كمان بزبط او انت مستعجرين تحب تطبخوها بنفس الوقت ما في مشكلة بس انا برأيي انكم تخلوها لمدة اكتر من ساعة عشان تخلط كلها مع بعض انا حطتها هنا بالفرن لشوية وقت عشان تطبخ بعدين شلت الالمنيوم حطت هنا اربع لومينات عصرتهم مع زي زيتون شوية ملح بعدين انترتهم فوق الجاج بعدين شلت الالمنيوم خلتهم من طبخه على ذات مية وسبعين درجة عبر من طبخ كله وحمرته من فوق انا هون عم بحاول افرجيكم بالضبط قدش كتير طيبة وزاكية بس المشكلة ان انا ماسك التلفون نفس اليد وعم بحاول اقطع شوي صعب بس حابة اعطيكم وجه نظر انها كتير كتير تاكية كتير طيبة وان شاء الله تكون تجربوها وتحكروا شو رأيكم بالطبخة هاي ان شاء الله انا كتير ما شاء الله ضي هاي هاي الطبخة اكيد رأعملها اكتر من مرة ان دابعها مصنية جاج مع بطاطا اه وكتير مفضلة هالطبخة وسريعة بالذات انه الواحد يكون شوي مجغول وان شاء الله يعجبكم هالفيديو ومع السلامة